متابعيني جميعا على قناة انفو تيك فريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وصحة وسلامة نهاردة ان شاء الله هتكلم عن نموذج جديد من نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشات وهو Minimax 01 Minimax 01 هو نموذج مفتوح المصدر من شركة Minimax والنموذج ده هو نموذج متميز وفريد لان هو تم تدريبه على 456 مليار فرامترز ايضا تم تصميمه بناء على نظام اسمه Mixture of Experts أو يسموه MOE الجميل ان النموذج ده بيتعامل معه او عنده قدرة في التعامل معه Long Text أو السياق الطويل وبيتعامل معك كفاءة جدا مهما كان طويل من غير ما يضاحي بالنتائج يعني الموضوع بتاخده كله بشكل عالي وإفشنسي عالية جدا هذا النموذج بيستخدم ميكانيزم او آلية اسمها Lightning Attention Mechanism ودي آلية جديدة مختلفة عن Traditional Transformers اللي كانت بتستخدم من قبل بدون الدخول في جزء تقني كبير نقدر نقول ان لما تم عمل تطبيقات عملية من ناحية التعامل مع العمليات الحسابية التعامل مع الأبحاث الكتب الطويلة لقوه جيد جدا حتى لو في قعدة بيانات برمجية معقدة بيقدر يتعامل بيها في عملية واحدة ولكن في بعض او تم يعني رصد بعض عدم الدقة لما يكون الموضوع معقد قوي في موضوع البرمجة إلى حد كبير وده مش عشان هو مش حلوة أو الإفشنسي بتاعته مش جيدة ولكن هو لسه محتاج شوية تطوير أكبر وبالذات خاصة بالعمل على المشاريع البرمجية الكبيرة المعقدة جدا ولكن لو انت عايز تقرأ أكتر في report link تقدر انت تروح تقرأ عنه عبارة عن bdf كده نسدله واقرأ عن النموذج ولو بصينا تحت هنا حسب performance on minimax text 01 يعني related لي أو مقارنة بالنماذج الأخرى حلاقي هنا بالنسبة لي tasks بقى بشكل عام الجنرال الجزء البرمجي الجزء المحاسبي حتقدر تلاقي ان هو الأداء بتاعه جيد بشكل كبير جدا مقارنة بجي بي تي فور او بكلوز 3.5 بجيميني 1.5 طبعا تقدر انت تشوف باقية المقارنة لكن لو بصيت حتلاقي ان هو جودته عالية جدا بالنسبة لباقة النماذج أو مش محتل مثلا سيء المرتبة الأولى في كل حاجة لا يعني هو مازال يعتبر جيد جدا بالنسبة لديب سيك برجن 3 وي لاما 3.1 طبعا لو جينا لي جي بي تي فور او لو جينا لي جلود 3.5 هنلاقي ان هم طبعا متفوقين في حتة كتيرة ولكن نقدر نقول ان هو بداية جيدة جدا للاستخدام خصوصا هم مفتوح المصدر فتقدر تطور عليه خصوصا ستستخدمه على موقع هايلو اي اي بشكل مجاني هو موقع من المواقع اللي في الأساس كنت باستخدمه علشان انشئ فيديو بالذكاء الاصطناعي لكن دلوقتي هو فيه شات موضل وبالتالي تقدر تستخدمه في الجزء زي ما قلت لك المتعلق بالشات احنا مش هنتناول الهايلو فيديو تقدر ان انت تروح لقناة كل يوم موقع جديد حتلاقيني متكلمة عن الجزء المتعلق بانتاج فيديو وصور وصوت بالذكاء الاصطناعي هي متخصصة جدا في هذه الجزئية ولكن نهاردة احنا هنركز على ميني ماكس او وان ونشوف امكانياته ايه هنا تقدر ان انت تفعل لو انت عايز يعني زي كده ما بتعمل على وهنا تقدر ان انت ترفع تيكست مثلا تقدر ترفع دوكيمنتز تقدر ترفع ده بنسبة الفرمات بيد اي اف بي بي تي بريزنتيشان تقدر ان انت ترفع جي بي جي بي ان جي اه عندك ملف اكسل اكس ال ائس او اكس ال اي اس اكس ا ا ا ا سوي جي فيكتور يعني قدامك اا حاجات كتير جدا تقدر ان انت ترفعها فانا شايف ان هو هنا بيدعم فرمات كتير جدا perpendicular هلو نعمل تجربة ونبتدي ان احنا الاول نخش بجوجل هنا هبتدي ارفع الملف هنا أنا رفع طيله BDF عن مبادئ التسويق باللغة العربية وهنا حبتدي أن أقوله أعطني ملخص فيه تحليل وعرض لجميع النقاط التي جاءت في الكتاب هنا اداني الإجابة سأقدم لك ملخصا شاملا وتحليلا لجميع النقاط وعطيني كل نقطة أنا قلت له أريد لي كده كل نقطة وعطاني الملخص الخاص بالكتاب اللي أنا رفعته وما زال لسه شغال عليه وزي ما احنا شايفين بيدعم اللغة العربية ودي حاجة جميلة جدا أنا باعتبر أن أي نموذج بيدعم اللغة العربية وبجودة كويسة يعتبر ده نموذج يستحق أن احنا نبص عليه أو ننظر له ده بالنسبة لي الرفع مثلا كتاب كبير وأطلب منه أنه هو يلخصه أيضا ممكن أنك أنت ترفع بي بي تي ممكن ترفع إكسل هنستنى لحد ما يخلص زي ما احنا شايفين حطي لي كده كل توبك في نقطة وتحت كل نقطة نقاط تانية فرعية وهكذا لحد ما وصل للخاتمة هبتدي هنا أرفع صورة وحقول له مثلا ماذا ترى في هذه الصورة أرفي الصورة شخصا يرتدي خوزة سوداء بالكامل ويركب دراجة نارية سوداء على طريق الشخص يرتدي سطرة جلدية سوداء وقفزات سوداء ويبدو أنه في وضع القيادة مستعدا للتحرك مع إضاءة أمامية مضاء الطريق يبدو فارغا نسبيا هلاقي كده زي ما احنا شايفين في الآخر كده في حتة كده صينية كده مكتوبة بالصينية جزئية كده مكتوبة بالصينية طبعا نموذك الصيني أو الشركة دي شركة صينية هبتدي هنا أرفع ممكن هنا أقول له هذه حقول له بيبدو أناليز الشيت بيبتدي يأناليز الشيت بتاعي بيقول إن ده عبارة عن كيس ستادي كالكوليشنز وفي إف التابل الجزء بتاع الهيدر والكولوم بصراحة حاجة في منتها الجمال يعني زي ما احنا شايفين ما أخدش وقت تماما أنا كمان يعني حسن هو مع اللغة العربية بياخد وقت شوية على ما يرد ولكن باللغة الإنجليزية الموضوع ما أخدش مني وقت كبير في الرد زي ما انتم شايفينه بشكل عملي وبيبتدي حل الأهوء الملف اللي أنا رفعته له وهو إكسل شيت زي ما احنا شايفين وكمان عاطيني الكونكلوجين وطبعا كل التحليل الأرقام دي تقدر أن انت ترجع للشيت الأصلي علشان تتأكد أن الأرقام دي مدى الكفاءة أو مدى الدقة الخاصة بالأداء علشان برضو تحكم عليها ما تاخدش الأمر مسلم به لازم تعمل مقارنة دايما ما بين النتائج لحتى ما تطم من النتائج بتحصل عليها لا دقيقة خلاص تبتدي أن انت تعتمد عليه إلى حد كبير ده بالنسبة لي نموذج النهاردة هنا طبعا عندنا حاجة اسمها شات هاستوري بيكون فيها كل الشات هنا تقدر تروح تعمل نيو شات وهنا أيضا فيه إمكانية أن أنت تحط الشات في الفيفوريت يعني ممكن أن أنت تروح هنا للتلات نقاط وتبتدي أن أنت تحط الشات بتاعك في الفيفوريت هتلاقيه في الفيفوريت موجود عندك ده لو أنت حابب أن أنت أو تروح تعمل ديليت أو تعمل نيم براحتك تماما وزي وكده بالضبط زي يعني أي نموذج ذكاء إصطناعي هتحصل على أي نص زي ما احنا شايفين تقدر أن أنت تعمل كابي تقدر أن أنت تعمل شير التلات نقاط هنا ممكن تعمل ديليت أيضا من هنا ده بالنسبة لي النموذج بتاع النهاردة من مينيماكس وتقدر تجربه على موقع هايلو اي 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 حطلك الروابط في الوصفة أسفل الفيديو وزي ما بقولكم في نهاية كل فيديو أشوفكم في فيديو وقام بإذن الله تعالى على قناة انفو تكفوريو بنحاول نقدم لك كل مفيد وجديد على القناة فما تنساش تدعمنا باللايك والشير والكومنت ولو كنت أول مرة تشوفنا أدعوك كده أن أنت تشاهد باقة الفيديوهات وإن شاء الله تعجبك وهي ما تنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد لو فعلا استفدت من الفيديو دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة